رحيمة عزيزة طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة متميزة حلقة خاصة بجميع التخصصات على طلبة الصف الثالث السنوي الزراعي احنا تناولنا بالشرح في الحلقات السابقة المنهج النظري وأيضا أخذنا في الأسبوع الماضي خذنا التدريبات العملية اللي حضرتكم هتتعرضوا لها في الامتحان العملي في الأسبوع القادم إن شاء الله خذنا التدريبات العملية لمادة العفات الزراعية وأيضا مادة أمراض النبات والنهاردة بقدر الإمكان أنا عاملكم مراجعة نهائية للمنهج النظري في صورة سؤال وإجابة حضرتك طلع معايا نوتس كده ودون فيها الأسئلة دي لأن الأسئلة دي مهمة جدا جدا ودي الأسئلة المتوقعة أن أنت تتعرض لها في الامتحان القادم بإذن الله شوف إنت إجابتك هتبقى كم من مية لو جاوبت كل الأسئلة صح معايا أنت طالب متميز لو جاوبت 90% من الأسئلة صح أيضا أنت طالب متميز شوف إنت هتجيب كم أو نسبتك هتبقى كم في المية إحنا نديكم الأسئلة وأيضا الإجابة فأنت هتبقى عارف أنت مستوىك معايا ماشي إزاي إحنا بازلنا مجهود كبير جدا وهيئة الإزاعة والتلفزيون وقطاع تعليم الفني بالوزارة قام بدور حيوي في تقديم الخدمة التعليمية لأعزان الطلبة والطالبات فإحنا عايزين حضرتك تقوم بالدور المنط بيك أو الموكل إليك أن أنت تذاكر بقى وتبزل اللي عليك علشان تكون إنسان ناجح في المجتمع بإذن الله تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات في حلقة اليوم ناخد المراجعة النهية الجزء الأول في مادة الآفات الزراعي هناخد الأول حاجة عندنا من نوعية من الأسئلة اللي هي صحح العبارات الآتية أو ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخطيئة أول عبارة عندي منع ري البرسيم بعد 10 مايو يزيد الإصابة بدودة ورق الكتن طبعا إجابة خاطئة هو بيقلب السؤال الثاني ينصح بزراعة نبات القصب في حقول الزراع لتقليل الإصابة بالساقبات هو العكس أو لا هي الدورة هي اللي بتعتبر مصائد نباتية للساقبات في حقول القصب يبقى إجابة خاطئة نمرة ثلاثة تشاهد نقط صمغية على سمار الخوق عند الإصابة بزبابة الفكهة طبعا دي إجابة صحيحة نمرة أربعة من أهم العوائل المفضلة لزبابة الفكهة الليمون البلدي والبرتقال الشموتي ودي طبعا إجابة خاطئة نمرة خمسة وجود سنابل بيضاء في حقول الأرز نتيجة الإصابة بالدودة الدموية ده طبعا إجابة خطأ لأنه السنابل البيضاء بتكون نتيجة الإصابة بحفار ساق الأرز الأسيوي اللي احنا بنقول عليه الحشرة الدوارة أو دودة القصب الصغيرة برضو اللي بعد كده من الطبيعي أن مكافحة الجراد الصحراوي تتم في أماكن تكاثره وخلال الأطوار الغير كاملة طبعا إجابة صحيحة بيسهل مكافحة الأفات كلما تعددت عوائلها طبعا غلط كلما كانت عوائلها أقل بيسهل عملية المكافحة رقم ثلاثة اللي دودة ورق الكطن سبعة أجيال بيهاجم الكطن منها ثلاثة اللي هي الثالث والرابع والخامس ودي طبعا إجابة صحيحة نظافة حقول القصب من الحشاش بيقلل الإصابة ببقى القصب الدقيقة أي حشاش أنت بتزيلها بتقلل الإصابة بأي حشرة يبقى على طول إجابة صحيحة نمرة خمسة يجب إجراء عملية الرش عند هبوب الرياح طبعا لا يجب يبقى لو جات لك لا يجب يبقى إجابة صحيحة إنما يجب دي يبقى إجابة خاطئة بعد كده خنفساء الفول الصغيرة لا يستمر تولدها بالمخزن طبعا غلط هو بيستمر عشان كده هي من الأفات اللي يقول لك خنفساء الفول الصغيرة أخطر من خنفساء الفول الكبيرة دي بيستمر ولقى القدرة على الطيران ودي لا يستمر تفيد الدورة الزراعية في مكافحة دودة ورق القطن لا تفيد لأن هي متعددة لي أولاد العوائل رقم ثلاثة يوجد سقوب مشرشرة في لوز القطن عند الإصابة بدودة اللوز القرنفلية طبعا غلط هي دودة اللوز الشوكية أربعة بتشاهد سنابل بيضاء في حقول القمح الشديد الإصابة بدودة القصب الصغيرة طبعا غلط هو بالإصابة بدبور الحنطة اللي هي المنشاري خمسة سمار عنب حديثة العقد متعفنة وحولها كثير من الخيوط الحرارية نتيجة الإصابة بدبور الحنطة المنشاري غلط هي نتيجة الإصابة بدودة سمار العنب من أهم السموم المعادية البيريسرام والنيكوتين والروتينون طبعا غلط هي الزرنيخ طبعا اتنين صبغ الحبوب وطريقة الشفافية من أهم الطرق المستخدمة لتقدير نسبة الإصابة الحشرية لحبوب المحاصيل النادلية طبعا صح رقم ثلاثة نظافة حقل الكطن من الحشائش وراي الكطن على فترات متقاربة يقلل من الإصابة بحشرة التريبس أي نظافة حشائش ده ما قلت لك من شوية يبقى الإجابة صح أربع بيتكاثر من الكطن جنسيا طوال العام في مصر طبعا غلط هو جنسيا ولا جنسيا اللي هو بالتولد اللي هي البكر هناخد بقى نوع تاني من الأسئلة اللي هو أسئلة علل بيقولك علل تربية البط وأسماك الجنبوزيا في أماكن تكاثر البعوض الإجابة لكي تتغذى على اليارقات والعزار رقم اثنين لا ينصح بتحميل الملوخية والبامية والبصل على محصول الكطن الإجابة لتقليل الإصابة بدودة ورق الكطن وديدان اللوز وحشرة التريبس رقم ثلاثة وجود حبوب مصابة وفارغة المحتوى من الداخل على طول وانت مغمط دي ساقبة الحبوب الصغرى أربع لا تظهر إصابة بالحفار والدودة القارضة معا في جورة واحدة يعني في مكان واحد لأنه الحفار بيتغذى على الدودة القارضة غزاء حيواني طب ايه النوع التاني من الغزاء الحيواني بتاعه اللي هو حريات الحفار نفسها رقم خمسة تفيد الدورة الزراعية في مكافحة باقي القصب الدقيقي ولا تفيد في مكافحة الحفار حتقوله لأنه باقي القصب الدقيقي وحيد العائل بينما الحفار متعدد لإيه العوائل بعد كده مشاهدة ندوة عسلية عند الإصابة بحشرة المن أي من عندنا هتقوله الإجابة لأنه المن بيمتص كمية كبيرة من الكربوهيدرات أثناء عملية التغذية وبيقوم بالتخلص منها على الأوراق في صورة ندوة عسلية عند الإصابة بالتريبس نشاهد بقع فضية اللون على السطح السفلي للورقة الإجابة لأنه يتغذى على المحتوات الداخلية للخلايا التي تقع أسفل البشرة في الورقة وتمتلق الفراغات بفقاقيع الهواء اللي بتعكس الضوء وبتعطي المظهر للفض السؤال لرقم 8 بيتم الحصر في أماكن تكاثر الجراد قبل أن يهاجر ويشكل أسراب إجابة واضحة لأن الجراد في صورته الانفرادية لا يشكل خطورة على المحاصيل الزراعية رقم 9 بيتم إجراء الحصر ليلا لحشرة التريبس ليه بعمل عملية حصر التريبس بالليل هتقوله لأنه 80% من التعداد الحشري بينشط ليلا عشرة اختفاء الإصابة بالمن والتريبس في مصر في شهر مايو من كل عام أنا حسيبكم بقى أنتم تجابوا على السؤال ده لأنه ده خدناها فين خدناها لما كنا بناخد المكافحة الطبيعية اللي خدنا منها العامل الجوية اللي هي رياح هتقوله بقى الإجابة يا أولاد نظرا لأنه مصر تتعرض في شهر مايو لهبوب رياح الخماسين التي تقتل المن وأيضا حشرة التريبس في سؤال حلو جدا بيجيلكو في الامتحان اللي هو من خلال أعراض الإصابة أنت تحدد اسم الآفة يقولك إيه مشاهدة أكوان بركانية الشكل على أرضيات الطرق بين المنازل لما تسمع السؤال ده على طول يبقى النمل الأبيض رقم اتنين تجاعد حواف الأوراق الحديثة للكطن والقمة النامية وقد تجف وتسقط على طول يبدأ التريبس رقم ثلاثة بقع حبراء بنفسجية اللون على السطح العلوي للورقة حول العرق الوسطي للورقة على طول وانت مغمد اللي بيبقى في نص الورقة وفي اتجاه الحفة يبدأ كروس العنكبوت الأحمر النقطة اللي بعد كده اسمرار وتشوه الجزور وسهولة انفصال القشرة عن الاستوانة الوعية والتصاق حبيبات الطربة أو حبيبات الطين بالجزرة حتى بعد غسيله جيدا بالماء على طول وانت مغمد يبقى دي نماتودة الموالح اللي بتسبب مرض خطير جدا للموالح اسمه التدهور البطيء في الموالح النقطة اللي بعد كده قرض جزور البادرات وموتها وهي في مكانها دون ان تسقط يبقى ده الحفار لو قال لك بتسقط يبقى بالقرب من سطح التربة يبقى دي دودة القرض احتراق حواف الكلمة الوحيدة اللي علنا في المنج فيها كلمة احتراق احتراق حواف الأوراق نتيجة لعاب الحشرة الساب مما يؤدي الى تدهور النبات يبقى على طول ده جاسيد ليه القطن رقم سبعة مشاهدة السقوب في صفوف عرضية على النص للأوراق الزرة والقصب يبقى ده دودة القصب الكبيرة تمانية كسر النورات المذكرة في نبات الدورة مين شاطر يبقى جاوب معايا يبقى ده على طول دودة الزرة الأوروبية تسعة موت بادرات الأرز وعدم تكون الجزور مين شاطر يلا جاوبه معايا يبقى ده هموش الأرز أو بنقول عليه الدودة اللي هي الدموي عشرة زهور بقى حمراء ذات مراكز سوداء على ناصر أوراق القمح السؤال ده دايما يجيلكوا فيه الامتحان بتاع آخر السنة على طول الحشرة اللي بتعمل لي ده اللي هو من الغليال أو من الايه القمح سكوب مستطيلة على أنصال وحواف أوراق البرسيم يبقى على طول ده سوسة أوراق الايه البرسيم اتناشر تقصف سيقان القمح كرب القاعدة بفعل ريح أشهر حشر عندنا في القمح هي دبور الحنطة المنشاري شطار رقم اللي بعد كده تخير الإجابة الصحيحة كلكم بتحب أنتوا السؤال ده من بين الأقواس سوسة الأرز من الحشرات يلا جابوا معايا عشان الإجابة هتيجي مع بعض يبقى دي من الحشرات الايه الأولية ولا العرضية ولا السنوية ولا الكنسة هي الأولية اتنين من أمثلة المواد الطاردة على طول جاوبها مين معايا اللي هو زيت السترونيلا أو الكولوروباكرين أو سلفات النيكوتين رقم ثلاثة عدد أجيال الدودة القاردة احنا هنجاوبك إنها أكمل عشان الإجابة بتيجي معنا يبقى على طول هي خمس أجيال في السنة أما سبعة والعشرة والخمسة هيبقى خمسة بيتطفل على عزراء أبو دقيق الكرومب إيه يا أولاد ها طفيل اسمه إيه اسمه البراكي ميريا شطار ده بيتطفل على العزراء خمسة لا تصاب العوالي الأتية بزبابة الفكهة اللامون المالح هو اللي لازل لا يصاب بزبابة الفكهة الحد الاقتصادي الحارج لدودة القصب الكبيرة من أربعة إلى تمانية لطع لبيض لكل مئة نبات عمره لا يتعدى عشرين يوم عدد أعمار دودة ورق الكطن في الجيل الواحد طبعا هم ستة أعمار ستة ولا سبعة ولا خمسة هم ستة من الطرق العامة لحصر الآفات استخدام المصاد المختلفة أو استخدام المصاد أو شبكة الطل شبكة الطل طبعا من الطرق الخاصة وأخذ عينها من النباتات وفحصها في الحقل أو المعمل برضو من الطرق الخاصة احنا متكلم عن الطرق العامة الحد الاقتصادي الحارج للإصابة بدودة اللوز الكرفية شطار يلا معي يبقى 3% 3 ولا 5 ولا 4 يبقى 3% تتطفى الحشرة الترايكو جراما تطفل داخلي ولا خارجي على بيض ولا عزارة ولا إرقاتي يبقى طبعا تطفل داخلي على بيض دودة ورق الكطن مواد تضاف للمبدات لتقليل ضررها على النبات ايه يبقى اللي بقى للضرر على النبات طبعا المواد الموازنة مواد موازنة ولا مستحلوبة والمعلقة يبقى مواد ايه موازنة أربع بتفترس حشرة إبرة العجوز الكبيرة بكورونها الشرقية المتحورة إلى ملاقط هتفترس ايه بيض دودة ورق الكطن ولا حريات المن ولا يرقات رد بيض حرشفية إلى أجنحة طبعا يرقات رد بيض حرشفية إلى أجنحة من أهم الأفات الحيوانية اللي بتسبب خسار فادحة أنا عندي الأفات الحيوانية اللي خدتها النماتودة والأكروسات يبقى على طول هي الفطر والبكتريا ولا النماتودة ولا الساقبات يبقى على طول النماتودة بتصيب الأزهار المذكرة والمياسم في الزرق مما يعيق عملية الترقية هيبقى على طول ولا مغمض دي حشرة من الزرق دودة القصب الكبيرة ولا دودة الزرق الأوروبية ولا المن يبقى دي من الزرق بتدخل يا رقاة دودة اللوز القرنفولية في طور طور السكون أو طور بنقول عليه طور اللي إيه؟ الروح مهاجمة حشرة أو أحد أطوارها لحشرة أخرى أو أحد أطوارها والتغلب عليها مهاجمة على طول يبدأ لفتراس من غير ما تفكر تطفل ولا تكافل ولا فتراس يبدأ فتراس طريقة من طرق مكافحة الحشرات تتم دون تدخل الإنسان على طول وأنا مغمض يبدأ للمكافحة الطبيعية انت جاوب قبل ما تشوف الخيارات تطبيعية ولا تطبيقية ولا حيوية يبقى طبعية ظهور رائحة خاصة لحقول الكطن تعرف من مسافة بعيدة نتيجة الإصابة بيدودة ورق الكطن طبعا الدودة القردة ولا المن ولا دودة ورق الكطن دودة ورق الكطن الحد الاقتصادي لحشرة من الكطن هو خمسين لكل خمسة وعشرين بادرة عشرة لكل بادرة ولا ماتين حشرة لكل خمسة وعشرين بادرة هي طبعا ماتين حشرة لكل خمسة وعشرين بادرة تلاتة مشاهدة بادرات الكطن ساقطة على سطح التربة ويتم قرد ساقها عند مستوى سطح التربة نتيجة الإصابة يبقى نتيجة الإصابة بالدودة القاردة أفراد الحشرة تتغذى بشراها على النباتات الخضراء ولا تتركها إلا عدانا جافة يعني بالجرادها من كل اللون الأخضر يبقى على طول ده الجراد الصحراء مواد كيموية بيهدف استخدامها إلى طرد من اسمها طرد يبقى على طول مواد الطردة وبعد عن المكان المعامل سواء كان هذا المكان محاصيل أو حيونات يبقى ده المواد الجاذبة طبعا غلط المواد الطردة هي اللي صح مناعات التغذية والسموم المعدية الجوعة للأسود زوء الظهر الجامد تبلغ عدد أجياله كام يا شطار يلا اللي مذكرين معاه يبقى هو جيل واحد في السنة هو هتلاقي هنا ثلاثة وخمسة وجيل واحد في إين في السنة دودة اللوز القرنفولية من الحشرات متعددة ولا محدودة ولا وحيدة يبقى هي من الحشرات محدودة العوائل تسبب مرض تجاعد أوراق الطماطم أوراق الطماطم يبقى الزبابة البيضة وانت مغامل ده مرض فيروسي زبابة الفكهة ولا الجرد ولا زبابة البيضة يبقى دي الزبابة البيضة مواد تنظم نمو الحشرة وتمنع انسلاخ تمنع انسلاخ يبقى اسمها مانعات الانسلاخ تكيس سمار الرومان بأكياس من الورق المثقب بعد العقد بحوالي 70 يفيد في سمار الرومان أشهر حاجة عندي في الرومان هي أولاد دودة سمار الرومان يبقى من غير ما يشوف الخيارات أجاوب الأول عشان يبقى إجابتي أكيد هي الإجابة الصحة الطور الضار لحشر التربس القمح معروفة طبعا الحرية والحشرة الكاملة وتبص في الخيارات هتلاقي عندك الإجابة الصحة موجودة لتقدير نسبة الإصابة الحشرية في بوزور البرسيم تستخدم طريقة لسألينها من شوية اللي هي التعويم التعويم ولا التكسير ولا الصم ويبقى هي اللي هي التعويم هي مواد إذا ما عمل بها العائل النباتي بترفض الحشرة التغذية علي يعني بيمنع الحشرة عن التغذية بس ما هي مانعات التغذية أكيد طبعا بعد كده في سؤال بيجي دايما في الامتحان يقولك بين أثر العملات الآتية في مكافحة الحشرات مع التمثيل يعني أذكر أمثلة اللي هو الحرق والتسخين دورة زراعية تخلص الخف والتقليم حرق مخلفات الحقل والحديقة إبادة الحشائش معادل الزراعة والحصاد كل دي اسمها عمليات زراعية تعالوا ناخد أول حاجة عندنا اللي هو الحرق والتسخين بيستخدم الحرق المباشر في مكافحة أسراب الجراد قلنا بقاذفات اللهب وكذلك حشرات المخازن وتحمص الحبوب عشان أقتل الحشرات الموجودة بها وتسخين بزرة القطن بعد الحلجة على درجة حرارة 55 ل58 درجة موية ده لمدة 5 ل 8 دقائق بيفيد في مكافحة دودة اللوز الكورنفولية وده كان قانون من قوانين المكافحة التشريعية الخف والتقليم بيجرأ الخف أساسا للحد من تزاحم النباتات علشان أشعة الشمس تدخل للنباتات وتهوية الأشجار ويجب إزالة النباتات المصابة أولا بأول وتقليم الأفرع المصابة وحرقها للقضاء على ما بها من أفات زي ساقبات الزرا وهي الحشرات القشرية والبق الدقيقي على أشجار الفكهة معاد الزراعة وتنظيم الرايو السلف هناخد أول حاجة معاد الزراعة طبعا الزراعة المبكرة بتجعل النباتيان مبكرا وبيكون غير عرضة للإصابة بأفات الكطن والتريبس وبيساعد على نضج الكطن وبيقلل أيضا من الإصابة بديدان اللوز لأن أنا بعمل عملية جاني مبكر للكطن وأيضا بيفيد في مقاومة بق بزرة الكطن وسرعة حصاد البقوليات بتقلل من الإصابة بخنافس البقول تنظيم الرايو الصرف احنا خدنا منع راية البرسيم وخدناها في سؤال صح وغلط في أول سؤال خالص منع راية البرسيم بعد 10 مايو بيقلل الإصابة بديودة ورق الكطن وأيضا صرف أرض ماشتل الأرز لمدة يوم إلى يومان بيقلل الإصابة بحشرة هاموش الأرز وأيضا بيفيد في مقاومة البعوض النقاوة اليدوية اللي هو الجامع باليد خدناها في المكافحة الميكانيكية الجامع باليد بيفيد في التخلص من الحشاش وتعريض العزارة للشمس زي جامعة لوطة عدودة ورق الكطن جامعة كتل بيض السراصير كل دي بتفيد أيضا في مقاومة الحشرات بطيئة الحركة كبيرة الحج الحصاد المبكر أنا بحصة بدري بيقلل الإصابة ببق بزرة الكطن وأيضا ديدان اللوز وكذلك المحاصيل البقولية بيقلل الإصابة بخنافس البقول الدورة الزراعية زي ما احنا عارفين بتفيد في مكافحة حشرة بق القصب الدقيقي لأنه وحيد العائل وعدم زراعة محصول معين عامين متتاليين في أرض واحدة وعدم تعقير زراعة القصب عشان أقوم بق القصب الدقيقي والتشريك اللي هو تكفيف الأرض من المياه بيفيد في مكافحة هاموش الأرز وفراشة دودة ورق الكطن حرق مخلفات الحقل والحديقة حرق ده طبعا خدناها معظمها ياولاد فين في المكافحة التشريعية حرق حطب الزراق قبل إبريل من كل عام بيفيد في مكافحة ساقبات الزراح حرق مخلفات القصب بق القصب الدقيقي حرق اللوز الجاف بيفيد في مكافحة ديدان اللوز حرق مخلفات القامح دبور الحنطة المنشاري جامع سمار الفاكهة المتساقطة وحركها أو دفنها يكافح زبابة الفاكهة وزبابة سمار الزيتون جمع الرومان المتساقط وحركه يكافح في حشرة دودة سمار الزيتون أو أبو دقيق الرومان إبادة الحشاش طبعا أنتم عارفين أن الحشاش عبارة عن أي نمو خضري يظهر في الحقل بخلاف المحصول الرئيسي طيب المشكلة بتاعت الحشاش في حاجتين أن هي بتشارك المحصول الرئيسي في الغذاء وأيضا في المكان وأيضا مشكلتها أن هي بتكون عائل بديل للآفات وده بيؤدي إلى انتشار الإصابة أنا لما بتخلص من الحشاش معناها أن أنا بحرم الآفة اللي موجودة عندي من العقل اللي بتتغذى عليه أثناء غياب العقل الأساسي هناخد النموذج الثاني أذكر اسم الآفة التي تسبب أعراض الإصابة الآتية يلا بقى أنتوا ايه شطار معايا مشاهدة سقوب مستطيلة على أنصال أوراق البرسيم يبدي سوسة أوراق البرسيم مشاهدة أنفاق في ورقة الفول الوحيدة قد يصل عددها لسبعة مين اللي بيصيب أوراق الفول ناخرات أوراق الفول أو زبابة أوراق الفول وجود نقر غير منتظمة وغير عميقة على الحبوب المصابة على طول يبدي سوسة الأورس وجود سقوب طولية على حبوب الزرع يبدي خنفساء للكدر برضو ارتفاع نسبة الحموضة في سمار الموالح وصغر حجمها وتساقطها وانخفاض قيمتها التجارية وعدم صلاحيتها للتصدير موالح يبدي تحط في ذهنك على طول اللي هي الحشر القشرية السوداء واخذ السمار في البرتقال مع وجود لون أصفر مقدر يبدي زبابة الفاكهة مشاهدة أنفاق متعرجة داخل ورقة الموالح يؤدي إلى تلف أنسجة الورقة من اللي خدناها اللي هي نخيرات أوراق الموالح خروج سائل لون وبني لازج كريه الرائحة مع وجود سقوب على جزع النخل من شاطر يقول يبدي سوسة النخيل الحمراء حدوث تهيج بالأنسجة في مكان الإصابة وتورم مستدير مرتفع الحواف على أفرح أشجار التين يبقى دي على طول حشرة التين القشرية الفنجانية ترابط سمار العنب وتكتلها بفعل الخيوط الحرارية إحنا خدنا أشهر حاجة اللي هي دودة سمار العنب أو فراشة سمار العنب السؤال التاني برضو في النموذج التاني اللي هو ضع علامة صح أمام العبارة الصحية وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأة تشاهد سنابل بيضاء في حقول الأرزة عند الإصابة بيئة دودة طبعا غلط وما بيوصلش إنه هو يبقى نبات كامل ده هو بيموته وهو في طور البادرة يبقى الإجابة خطأة أمام المين اللي سنابل بيضاء قلنا عليها اللي هي إيه حفار ساق الأرزة الأسياء ينصح بتحميص الحبوب المستخدمة كتقاوي لتقليل الإصابة بحشرات المخازن طبعا أنا لو حمص الحبوب ما ينفعش أستخدمها كتقاوي يبقى الإجابة خطأ تلاتة دودة اللوز الكورنفولية تدخل ياراقتها في طور إراء طبعا إجابة صحيحة أربعة عقير الكطن والتيل والبامية يقلل لا ده بيزود يقلل الإصابة بديدان اللوز يبقى إجابة خطأة بعد كده عند إصابة الكطن بالزبابة البيضاء يشادح مرار حواف الأوراق إلى الداخل حتى تعم الورقة يبقى ده طبعا إجابة صحيحة لا ترش الزيوت المعدنية وقت الإزهار وعند عقد السمار أو كوربون الجاهي من شاطر الجاوب يبقى ده إجابة صحيحة لو قالك ترش أو يجب رش يبقى إجابة خطأ الطور الضار في زبابة الفكهة الحرية والحشر الكاملة ما عندناش أصلا حرية في زبابة الفكهة لأنه تطورها تامي يبقى طور الضار اليرقى والأنسى يبقى الإجابة هنا خطأ تعتبر دودة القصب الصغيرة الآفة الرئيسية لقصب السكر في صعيد مصر طبعا إجابة صحيحة المكافحة المتكملة اللي هي الـ IBM أو Integrated Best Management هي استخدام جميع طرق المكافحة دون التركيز على المبيدات إلا للضرورة القصوى طبعا ده إجابة صحيحة سوسة الأرز لا تستطيع خلي بالك من لا لا تستطيع الطيران من مكان لآخر داخل المخزن طبعا إجابة غلط هي تستطيع تجرى المكافحة الميكانيكية قبل حدوث الإصابة غلط هي بعد حدوث الإصابة خنفساء الفول الصغيرة لا يستمر توالدها داخل المخزن لا هو بيستمر يبقى الإجابة غلط عند التخطيط لعمل بستان الفكهة من الأفضل أو من المفضل زراعتها بنوع واحد من الأشجار طبعا صح سمار رومان المتساقطة تحت الأشجار بتحتوي على يرقات زبابة الفكهة غلط لأنه ده طبعا بتكون كشرتها سميكة ولا تصيبها زبابة الفكهة من أهم عيوب مولد الضباب الكبير انتاج غزات الاحتراق طبعا صح تستخدم الشابة الزفرة في مقاومة الحفار والدودة القرضة على هي الطعام سمت طبعا صح لأنه هنأخذ لها سؤالة علي البعد شوية بتعمل انقباض الفكوك وإيه وإلى معاء بتاعت الحشرة مما تفيد في قتلها بتفترس كل من أسد المن وخنافس أب العيد في طور اليرقة والحشرة الكاملة طبعا غلط من مظاهر الإصابة بالجراد إفراز النادو العسلية طبعا غلط هو المن السؤال الثالث اللي هو أعلل تسخين بزة القطن بعد الحلج على درجة 55-58 درجة مقاومة لمدة 5-8 دقاق يبقى ده علشان القضاء على اليرقات الساكنة لدودة اللوز الكورنفولية بعد الحلج مباشرة وخاصة بالنسبة للتقاوم حرق أحطاب القطن المشوانة في فبراير في الواجه القبلي وأول مارس في الواجه البحري يبقى القضاء على يرقات دودان اللوز الكورنفولية الساكنة في اللوز الجاف حرق أحطاب الزرق المشوانة على أسطح المنازل في الحقول في شهر فبراير من كل عام يبقى ده للقضاء على يرقات ساقبات الزرق تكفيف أرض مشتد الأرز مدة 1-2 يوم على طول يبقى ده موشي الأرز أو بنول على الدودة الدموية يجب الاعتدال في استخدام الأسميدة الأزوتية استماد الأزوتة بيعمل يا أولاد بيدفع النبات إلى تكوين مجموع خضر كسيف وغض مما يسهل من اختراق أو من تغذية الأفات عليه وبالتالي بيكون عرضة للإصابة بالأفات بينما الأسميدة البوتاسية والأسميدة الفوسفاتية بتجعل الجدار الخارجي لخلايا النباتات صلب وسميك مما يقلل من إصابته في الأفات المختلفة يجب إزالة نباتات البوس والحجنة الموجودة بمزارع الخوخ والمشمش والبركوك ليه؟ لأنه عائل بديل لحشرة من البركوك الدخيف بيفضل زراعة القطن بطريقة الرامل والمضرب اللي نقول عليها الطريقة الدمسوية ركز النساء ده ممكن يجيلك في الأمراض وليه إجابة وممكن يجيلك في الأفات وليه إجابة تانية لو جالك في الأمراض هتقول له لليه زيادة سرعة الإنبات وتقليل نسبة الرطول ورفع درجة الحرارة مما يقلل من الإصابة بمرض خناق القطن بينما في الأفات هتقول له نفس الكلام بس هتقول له لليه مقاومة حشرة التربس عدم رش المبيدات الحشرية وقت إظهار النباتات إيه اللي بيحصل أو إيه اللي بيخلي النباتات يحصل لها عملية تلقيح؟ هي الحشرات بالتالي أنا لو رشيت الأشجار أثناء موسم الإظهار ممكن يؤدي إلى تساقط الإظهار وأيضا إلى عدم حدوث تلقيح خلطي للإظهار للحشرات مما يقلل من عقد السمار ونقص في المحصول على لطة عدودة ورق القطن من الحقول المستقبلة ينصح بحرقها دي طبعا علشان أعطي فرصة لطفائلات البيض للتكاثر وإزالة عددها للإستخدام المبيدات زراعة الكوسة حول حقول الكطن ده مصائد نباتية لزبابة الكطن والطماطم البيضاء يجب إزالة الحشاش العريضة الأوراق من الكطن طبعا على طول الحشاش العريضة الأوراق دي بتبقى مصدر للإصابة أو العدوة بحشرة جاسيد الكطن أو نطات أوراق الكطن وضع زيت الكيروزوت مع الخشب في أحواض من الحديد ورفع درجة حرارة الخشب حتى الغليان حنقوله أو حرارة الكيروزوت حتى الغليان حنقوله لخروج الهواء من مسام الخشب وبحل محاله زيت الكيروزوت لوقاية من النمل الأبيض انكسار النورات المذكرة للزورة والكيزان قبل نورة مذكرة من اللي بهاجمها دودة الزورة الأوروبية حنقوله نتيجة حفر دودة الزورة الأوروبية في النورات الزهرية المذكرة وفي قواعد الكيزان مشاهدة سقوب في صفوف عرضية على أنصال أوراق الزورة الصغيرة حنقوله لأنه يرقات العمر الأول لدودة الكصب الكبيرة بتسقب فيها الأوراق الملتفة بعضها على بعض وبالتالي عندما تنبسط هذه الأوراق بتظهر أنصالها مسقبة في صفوف عرضية ينصح بحرق قش الأورز بعد الحصاد مباشرة دعا للقضاء على يرقات دودة الكصب الصغيرة اللي هو حفار ساق الأورز الاسعوي حرق سفير القصب أو أوراق السفير بتاعة القصب بعد جمع أو قطع المحصول علشان مقاومة بق القصب الدقيقي والحشرة القشرية الرخوة يجب تغيير العامل القائم على مولد الضباب الكبير كل ثلاث ساعات طبعا تعرفين مولد الضباب يا أولاد بيبقى صوته عالي جدا ومصدر للإزعاج وممكن يؤثر على سمع العامل ولذلك احنا كل ثلاث ساعات لازم نغير العامل اللي بيكون بعملية المكافحة نظرا للصوت المزعج الصادر من جهاز مولد الضباب الكبير تقليع نباتات القطن والتيل والبامية من جزرها بعد جمع المحصول ده طبعا حيفيد لأنه هي ما بتديش نموات خضرية جديدة بتتكاصل عليها ديدان اللوز الشوكية في الخريف وفي الشتاء التسعة عشر بيعتبر تطفل الترايكو جراما على البيض أقوى أنواع تطفل أنتم عارفين أنه تطفل حشرة الترايكو جراما على بيض حرشفية الأجنحة زي الفراشات وأبو دقيقات ده بيكون تطفل داخلي والبيض أصلا لا يتم فاقسه وبالتالي ما بيكونش عندي ياركات وبالتالي مظهر الإصابة يكاد يكون معدوم عند تطفل الترايكو جراما على بيض حرشفية الأجنحة بينصح بعدم زراعة الجوافة والموالع في بستان واحد لأنه هما الاثنين بيصابوا بي يا أولاد لأنه هما الاثنين بيصابوا بشدة بزبابة الفاكهة احمرار حلقي لأنسجة السوق الداخلية لأشجار النخيل مين اللي خدناها في مظاهر الإصابة بالنماتودة في أول حلقة خالص اللي هو نماتودة نتيجة الإصابة بنماتودة أشجار النخيل يجب تكرار جمع لطا عدودة ورق القطن مرة كل ثلاثة أيام على الأكثر هنقوله لأنه دي فترة حضانة لأنها فترة حضانة البيض صيفا في سؤال برضو بيجي بطريقة تانية اللي هو جمع لطا عدودة ورق القطن ووضعه في علب كرتون مغطى بالسلك دقيق وتعلق في حقول اللي هي القطن الإجابة دي طبعا علشان الاستفادة من المتطفلات الموجودة على البيض والبيض المتطفل عليه بتخرج منه طفائليات بتخرج بدورها من السلك لأنه فتحته بتسمح بخروج الطفائليات ولا تسمح بخروج العائل وبيستخدم فيه المكافحة لإيه الحيوية تقوم يرقات الدودة القردة بقرد جزور البادرات عند مستوى سطح التربة وتؤدي إلى سقطها هنقوله لأنه اليرقات الكبيرة بتفقد الأشواك الموجودة في أرجلها البطنية فلا تستطيع تسلق النباتات ليلا مما يجعلها تقوم بقرد سوق النباتات بالقرب من سطح التربة للتغذية على الأوراق منع رأي القطن في شهر مصر شهر مصر ده اللي هو شهر كامي أولاد اللي هو شهر أغسطس اللي هو شهر الثمانية شهر الثمانية ده اللي هو الشهر اللي بيكون في القطن خلاص قرأ بين جمع هنقوله حتى يسرع من نضج القطن وبالتالي بتقلل عدد أجيال دودة اللوز الكورنفولية تقدر تقول إجابة مختصرة برضو اللي هو لمقاومة ديدان اللوز سمار الفكهة المصابة بالأكاروس تكون غير ناضجة ومرت المزاق الأكاروس اللي هو إيه؟ أكاروس الموالح أو أكاروس اللي بيصيب أشجار الفكهة عندي أنواع كثيرة جدا الأكاروس ده بيعمل اختزال في البراعم السمرية وأيضا بيقلل كمية البلاستيذات الخضراء الموجودة في أوراق النباتات لأنه أجزال فمي فيه ساقب مواص بيتغذى على البلاستيذات الخضراء اللي هي مادة الكولوروفيل وبالتالي النبات لا يقوم بعملية البناء الضوئي بكفاءة لأنواعرفين أنه الكولوروفيل هو اللي بيعمل عملية البناء الضوئي في وجوده الضوء والسانيوكسيد الكربون وبخار الماء يديني أول منتج غزاء اللي هو سكر الجولوكوس فطبعا الاستمار مش بيوصل لها كمية كبيرة من الكربوادرات اللي هي السكرية وبالتالي بتكون طعمها لاسع أو طعمها مرت للمزاق إزالت حشيشة الخلة من حقول القمح على طول وانت مغمض لأنه ده بيبقى عائل مفضل لدبور الحنطة لإيه المنشير بيعتبر الجيل الرابع لدودة ورق الكطن من أخطر الأجيال التي تصيب الكطن ليه بقى الجيل الرابع لأنه الياركات بتتغذى على البراعم الزهرية واللوز الأخضر وبتكون النباتات في المرحلة دي كبيرة ومتشابكة مما يصعب من إجراء المكافحة اليدوية والمكافحة الكيموية السئلة بقى مقالية هنأخذها في جزء ده ما هي الشروط الواجب توفرها في المبيد الحشري الجيد هنأخذناها في المكافحة الكيموية أول حاجة أن يكون ذات تأثير على الآفة المراد مكافحتها ولا يضر بالإنسان والحيوان والنبات له خاصية الالتصاق بالسطوح المعاملة أربع سهولة استعماله ورخص ثمنه خمسة له القدرة على النفاذ خلال جسم الحشرة وعلى الأخص إذا كان الجسم مغطى بالشمع كحشرة البق الدقيقي والحشرات الكشرية أن يصل إلى الحشرات المختبئة في تجاويف وتجاعد النباتات بنقول عليه مبيد جهازي ألا يتأثر بالتخزين أو بضوء الشمس يعني سابت كمويا ويظل فعالا لمدة طويلة أي أن يكون على درجة عالية من السبات وآخر حاجة ألا يكون له أثر باقي دار على المواد والمحاصيل الغذائية بتؤثر على صحة الإنسان والحيوان حناخد سؤال تاني اللي هي ما هي مميزات بدائل المبيدات الآمنة ممكن يقولك أذكر خمسة فقط إحنا جايبينهم كلهم علشان تحفظ أسهل خمسة عندك لو أنت عايز تحفظ أسهل خمسة إيه بدال المبيدات؟ مواد طبيعية عضوية أو غير عضوية بتكون بديلة للمبيد الحشري اللي هو الكيماوي اللي هو بيسبب أضرار للإنسان والحيوان والنبات مواد أقل سمية للأفات عن المبيدات الكيماوية رخيصة السمن عن المبيدات الكيماوية بيبدأ استعمالها عند مستوىات إصابة أقل من المبيدات الكيماوية والاكتشاف المباكر للإصابة عند استعمال المركبات الحيوية بيجب أن يسق المزارع أن الآفة لن تموت فوراً وبتحتاج فترة حاضانة بداخلها فترة استماح بعد على الرش وقطف استمار تكاد تكون معدومة هي وسيلة آمنة وبتصلح للمستوى الثقافي المتفاوت في مجال مكافحة الآفات أخطاء استعمال بداء للمبادات لا تسبب ضرر للمزارع أو الحيوانات أو البيئة تمانية التصدير من المهام الأساسية عند تطبيق بداء للمبادات لأنه مش هيتعمل علي حجر زراعي تكرار استعمالها بيؤدي إلى زيادة الأعداء الحيوية يعني زيادة الأعداء الحيوية أولاد يعني بيحصل إعادة للتوازن الطبيعي بين الأفات وأعداءها الحيوية بداء للمبادات الأمنة أمان للمنتج وضمان للمصدر وأيضا الحصول على غذاء خالي من الكيمويات وبيحافظ على البيئة من التلوث وآخر حاجة زيادة الناتج القومي والفردي نتيجة نجاح المكافحة وتمتع الإنسان بالصحة والعافية أغراض حصر الأفات يقول لك ما أذكر أغراض حصر الأفات أول حاجة الحصول على معلومات عن نوع معين من الحشرات تعرف على أنواع الحشرات التي تصيب محصول معين المساهمة في رسم برنامج المكافحة ضد أفات معينة الحصول على بيانات على أساسها بيتم سن قوانين الحجر الزراعي خمسة بيستخدم الحصر الفينولوجي للحصول على بيانات تستخدم كسجل لمواعيد ظهور الحشرات وكسافتها والعلاقة بينها وبين عوائلها في منطقة معينة بتستخدم كخط الدفاع الأول في أوقات الحرب البيولوجية سبعة بيجرأ الحصر للتعرف على الأفات التي تتصرب إلى داخل البلاد أو غير معروفة وذلك لتحديد أماكن انتشارها وطرق مكافحتها بآخر حاجة تمانية بيستخدم الحصر للشاد الزراع إلى أفضل وقت مناسب لاستخدام المبيدات الحشرية سؤال تاني يقولك أذكر أصص نجاح المكافحة الكيميائية أول حاجة أن يكون القائم بالعمل ملما بمظهر الإصابة وكيفية التمييز بين الإصابات الحشرية والمراضية اتنين من الضروري إجراء المكافحة في الوقت المناسب اللي هو عدم السناء الظهيرة أو سقوط الأمطار أو هبوب الرياح يجب معرفة الأثر الباقي لكل مبيد ومدى فعالياته تحت الظروف البيئة السائدة من اللازم أن يعم المبيد النبات بجميع أجزائه عند استعمال المهلكات بالملامسة يجب مراعاة عدم إجراء الرش أثناء عملية التزهير وقلناها في سؤال عالي حتى لا يتسبب في موط الحشرات الملقحة ونحل العسل مما يودي إلى قلة إنتاج المحصول ستة يجب أن يكون المبيد هو نوع المستحضر مناسبين للصفات المرفولوجية وطبيعة نمو النبات سبعة يجب مراعاة الظروف الجوية عند استعمال المبيدات بيوقف عملية الرش إذا زادت سرعة الرياح عن 5 إلى 6 ميل في الساعة وأنسب سرعة بتكون من 1 إلى 2 ميل في الساعة ويفضل إجراء عملية التعفير في الصباح الباكر في وجود الندى أو في المساء تمانية من الأفضل توفير مكايل وموازين مختلفة لوزن وتقدير كمية المبيد المطلوبة تسعة يرعى خلط المبيدات مع بعضها أو مع المهلكات الفطرية أو الأسمدة بشروط والمصفات المكررة عشرة يجب العناة التامة بآلات المكافحة وصيانتها من التلف في آخر حاجة في حالة تخزين المبيدات يجب أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات والطيور السؤال بعد كده أذكر أعراض الإصابة بالحشرات الآتين أول حاجة عندنا اللي هي الدودة القردة قرد الأوراق الخضراء اتنين قرد سوق النباتات عنده هو حد يقولي تحت سطح التربة عنده سطح التربة وتسبب سقوط البادرات الحشر القشرية السوداء بتغطي القشور سطح الأوراق والسوق مما يقال القيام بعملات البناء الضوية إصفرار الأوراق نتيجة امتصاص عصارة النبات ونقل الأمراض الفيروسية ارتفاع نسبة الحموضة بالسمار وصغر حجمها وتساقطها وانخفاض قيمتها التجارية وعدم صلاحيتها للتصدير بق الموالح الدقيقي مشاهدة الحريات على السطح السفلي للأوراق وامتصاص عصارة النبات وتسبب إصفرار الأوراق وسقطها إفراز النادوة العسلية التي تجمع عليها الأتربة وتنمو عليها فطرات العفن الأسود عدم تلوين السمار الكبيرة زبابة الفكهة ودي من الحشرات المتوقعة أن يجيلكوا فيها سؤال في الامتحان واخذ السمار في البرتقال مع وجود لون أصفر مخدر وجود بقعة صمغية في الخوق والمشمش والتفاح واخدناها في أسل الصح وغلط لون أسود في السمار اليوسفي سقوط السمار على الأرض انخفاض القشرة في موضع الإصابة بتتغذى اليرقات داخل النسيج اللحم للسمرة وتترك مخلفاتها البرازية داخل السمرة مما يؤدي إلى فساد الجزء المصاب ويصبح رخو وإذا ضغط على السمار المصابة في هذا المكان بيخرج سائل من سوق بوضع البيت سبعة سهولة العدوى بمسببات الأمراض الفطرية والبكترية لأنها بتحدث جروح بوسط آلة وضع البيت المنشارية أعراض الإصابة بسوست النخيل الحمراء برضو من الحشرات المعارضة أن يجي لك فيها أسئلة في الامتحان زبول وصفرار وتعفن التاج مع إنتاج رواح خاصة يمكن اكتشافها بسهولة خروج سائل لون وبني لازج كريه رائحة مع وجود سقوب عند جزع النخلة ظهور فجوات وأنفاق داخل جزوع النخيل بها الأطوار الحشرية أربع جفاف القمة النامية للفسائل وجفاف الأوراق الخارجية للنخلة وسقوط الرأس أول ما تسمع سقوط الرأس أو سائل بني لازج كريه الرائحة على طول يبدأ سوست النخيل الحمراء وخلي بالكو سوست النخيل الحمراء من أخطر اللافات اللي بتصيب النخيل لأنه اكتشافها بيكون في مرحلة متأخرة من مراحل الإصابة بالسوسة انكسار جزع النخلة عند السوس القاعدي وملاحظة تجويفه بالكامل دودة سمار العنب أنتوا عارفين أن دودة سمار العنب بتصيب العنب ولها ثلاث أجيال الجيل الأول بيصيب النموات الزهرية والسامرية الجيل الثاني بيصيب السمار الحديثة والجيل الثالث بيصيب السمار الناضجة وهو أخطر الأجيال حناخدهم مع بعض بتتغذى يرقات الجيل الأول على البرائم والأزهار مما يسبب جفافها تتغذى يرقات الجيل الثاني على سمار العنب الحديثة وتحفر فيها وتتغذى على لوب السمار والبزور وجيل الثالث بيتغذى على السمار الناضجة مما يسبب تعفونها وسقطها وترابط السمار وتكتولها بفعل الخيوط الحريرية اللي بتفرزها اليرقة للدخول في طور العزراء دبور الحنطة المنشاري تقصف النباتات بفعل رياح وضعف الساق عدم تكوين الحبوب وظهور السنابل البيضاء ضعف عام في إنتاج الحبوب نتيجة تغذية اليرقات هاموش الأرز تآكل الحبوب والجنين وتؤدي إلى عدم إنباته موت البادرات وعدم تكوين الجزور وتطفو النباتات على سطح الماء بيكسر تواجد هذه الآفة في الأراضي الملحية يعني شديدة الملوحة وإذا لم ينتبه المزارع إلى وجودها بيؤدي ذلك إلى إعادة الزراعة وخسار اقتصادية فادحة الزبابة البيضاء إسفرار وموت الأوراق وجفافها نتيجة متحصة الإعصارة بواسط أجزاء الفم الساخبة المصة مشاهدة السطح السفلي للورقة مغطة بالحريات موت النباتات الصغيرة في حالة شدة الإصابة نقل الأمراض الفيروسية من الموز بيؤدي إلى الأفراد المجنحة بتنقل مرض فيروسي خطير يعرف باسم تورد القمة في الموز صغر حجم الأوراق وتجاعدها عدم تناسق وضع الأوراق السؤال الرابع أسس نجاح المكافحة المتكاملة بيجب مراعاة الاعتبارات الأتية يجب أن تدرس الحشرات المراد مكافحتها وعادها الحيوية دراسة شاملة من الضروري معرفة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة الذي يتحتم عنده استعمال الموبيدات من الأفضل استعمال الموبيدات متخصصة بحيث توفر أو تؤثر على الآفة ولا تؤثر على الأعداء الحيوية من الأفضل الاقتصار كلما أمكن عند استخدام الموبيدات على أن تستخدم في صورة شرائح في الحقل مع ترك شرائح أخرى بدون معاملة بالتبادل لتحت الفرصة للإعداء الحيوية للتكاثر والقيام بدورها في المكافحة حسن التوسع في استخدام الطوام السامة والموبيدات الميكروبية في مكافحة الأفات وده بيؤدي إلى تقليل الضرر على الإعداء الحيوية يفضل التوسع في استعمال الموبيدات الجهازية عن طريق معاملة التربع في حالة محببات تمتصاء الجزور وتؤدي إلى القضاء على الأفات في داخل النبات مميزات المكافحة الميكروبية غير ضرب الإنسان والحيوان لها درجة عالية من التخصص بيمكن خلطها مع معظم الموبيدات سهولة إنتاج معظم مسببات الأمراض الحشرية قابلة للتخزين ويقلل استخدامها بالتبادل مع الموبيدات ظهور صفة المقامة إمكانية إكسارها في البيئة باستمرار معيشتها لفترة طويلة الشروط الواجب مراعاة للنهيجاح عملية الرش الرش في الصباح الباكر الرش بالطريقة الصحيحة تجنب انسداد البشابير عدم ترك خطوط بدون رش استعمال الرشاشة الصالحة والسليمة وتجنب الرش ضد الرياح وعدم إجرار رش عند عطش النباتات أو عند هبوب الرياح أو عند الازهور مميزات استخدام مصاد الجاذبات الجنسية قلة استخدام الموبيدات حماية الإنسان والحيوان من خطر التلاوث وحماية البيئة من التلاوث وعدم تكوين سلالات مقاومة وحماية العداء الحيوية من خطر الموبيدات بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون عملنا مراجعة كجزء أول في مادة الآفات الزراعية خدنا أسئلة متنوعة خدنا أسئلة صحة وخطأ وتخير وخدنا أسئلة تعالل وخدنا أسئلة مقالية وإن شاء الله في الحلقة المقبلة حنكمل بقية المراجعة كجزء تاني في مادة الآفات الزراعية بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم السلام عليكم ورحمة الله